كله تمام الحمد لله ومتهاء لي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي احسن من كوفيد والحاجات اللي بتضيع البنيات مين في تلت ايام دي اقول لكم بس الحمد لله كل اللي يجيبوا ربنا كويس وانا بخير حد دلوقتي والحمد لله وقاعد في الصخرة مش عارف اقول لكم بغير كده شكرا والسلام عليكم بعد قصة الفنانة المصر هشام سليم اللي كشف عن تحول بنته نورة لابنه نور كشفت الفنانة يسرى الاول مرة عن موقفها تجاه الموضوع ده واللي تربطها بيه علاقة قسرية قوية لانه يعتبر نور هشام سليم هو ابن اخو جزها خالد سليم وفي حوارها مع احد البرامج الاعلامية صراحت يسرى بانها فخورة جدا بموقف هشام سليم وفخورة تجاه نور وجرأته وشجعته في الاعتراف بالصراع اللي فضل عايش فيه 26 سنة وانه كان حملة على كتفه طول السنين دي وقدر يعبر عنه بكل صدقه وعدى الازمة دي عشان يبقى انسان جديد وسوي ووصفت يسرى بان هشام سليم اب رائع ووقف جنب ابنه في عملية التحول اللي مر بيها وبقدر ما كانت الخطوة دي صعبة بقدر شهمته وأصبحت حكاية مختلفة جدا عن المعتاد وان تعاطف الجمهور جي من منطق ان الامر ده بيد ربنا سبحانه وتعالى ونور من اجدع الشخصيات وللذكر الفنان هشام سليم فاجئ الجمهور بتصريحات صادمة بعد ما كشف عن تفاصيل تحول بنته نورة لابنه نور لأول مرة لما كان مستضف برنامج شيخ الحارة والجريئة مع ايناس الدغيدي من كام يوم وتصدر اسم هشام سليم وبنته نورة كل السوشال ميديا وكل قوائم البحث بعد ما كشف التصريحات دي وعن اجراء بنته لعملية التحول الجنسي وأصبحت ذكر بعد ما كانت انسة واسمها دلوقتي نور وقال بنتي نورة بقت دلوقتي ابني نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيا حاليا وانا ما استغربتش ابدا انها تتحول جنسيا لانها من ساعة ما تولدت وانا كنت شايف ان جسمها ولد وكنت على طول بشك في الحكاية دي وقال ايضا في يوم من الايام قالتلي انا عايش في جسمي غر جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي بقى 26 سنة واكد ان قرار بنته بانها تتحول لذكر شجاعة منها خاصة اننا بنعيش في مجتمع يرفض كل الامور دي ايضا ان جميع اسرته تتعامل مع بنته دلوقتي على انها ذكر وبيشجعوه على انه يكمل حياته عادية جدا كولد عادي وبيدعم اي اسرة تعاني من الازمة دي وقال عايز اقول لله يكون فعون الابن اللي كده او البنت ويكون فعون اهلها وانا كابة مهما حاولت مش هقدر افكر زي ما ابني بيفكر دلوقتي وحقيقي الموضوع ده تلقى من الجمهور دعم جميل جدا وكتير من الفنانين اثنوا على تفاهم هشام سليم وحلوا للازمة بشجاعة وزكاء اما بالنسبة للناس اللي شايفة ان الموضوع ده غير لائق تماما فنحب نقولهم ان التحول عادي جدا في حالات معينة ولا يتعرض مع الشرع تماما طالما الحالة الصحية والبنية الجسمية للشخص التطلبت كده فنرجو من الناس اللي بتهاجم تقرأ اكتر عن الموضوع وتعرف اساسه من الصحة علشان ما نجرحش مشاعر مريض نصيبه في الدنيا كده اشتركوا في القناة